بص يا رشيد أنا النهاردة إن شاء الله هخليك مهزئة الأمم ومسخرة الشعوب وأخليك عبرة لللي يسوى واللي ما يسواش هخليك نكتة يتنضر عليها المسلمون والنصارى والملاحدة سبحان الله وكأن الله خلقك لكي تفضح وتهان ويسخر العقلاء من أكاذيبك وتدليسك شوف يا رشيد كام مرة تفضح وانت بتكذب وبتدلس وحتى اليوم لم تجرؤ على الرد علي أو الرد على جميع الذين ردوا عليك وفضحوك الدكتور منقذ السقار أخونا أحمد سبيع أخونا أحمد سليمان أخونا نور طارق قناة السراج المنير قناة شموع النهار قناة هداية الحيارة كل ده وانت ساكت وعامل نفسك من بنها طبعا الأخ هيسألني كل مرة طب إيه علاقة بنها بالموضوع هقول لك والله أنا معرفش بس هي كلمة دي بتتقال كده وحتى المرة الوحيدة اللي حاولت ترد فيها علي يا رشيد فضحت نفسك في موضوع الصدق الأمين لذلك انت مرعوب من الرد علي أو الرد على أي متخصص من الإخوة الأفاضل اللي ردوا عليك هتفضل عايش مهن وذليل لغاية إمتى يا رشيد كل أكذيبك مفضوحة على قنوات اليوتيوب الإسلامية والمنتديات المتخصصة وخلاص جميع الناس بقوا عارفين أنك كذاب وهارب من مناظرة جميع المتخصصين اللي ردوا عليك وفضحوك وأنا والله لا أتصور أن أعيش يوماً واحداً من حياتك هذه حياة قائمة على الكذب والخداع والغش والتدليس وقلب الحقائق وتغييب وعي مشاهديك من النصارى والعجيب أنك إلى الآن لم ترد وفي نفس الوقت لم تعتذر عن هذا التدليس والكذب السابق نفسي أفهم والله أنت عايش كده إزاي طيب أنت يا رشيد مثلاً مش بتخاف على أولادك لما إكبروا ويشوفوا الحلقات اللي فضحتك وكشفت جهلك وكذبك أنت متخيل شعور ابنك هيكون عامل إزاي لما يعرف أن أبوه إنسان كذاب وجاهل ومدلس وأن أكل عيش أبوه كله من الكذب والغش والتدليس ابنك هيكون شعوره إيه لما يعرف أنه تربب ما الحرام مصدره الكذب والغش والتدليس المضوع ده يا رشيد ما بيجيش مثلاً على بالك نهائياً حاسس أنك سعيد ومتصالح مع نفسك كده يعني أنت كده مبسوط منذ سنوات وأنا أدعوك للمناظرة وأنت حتى الآن ما زلت تتهرب دعاك الدكتور منقذ السقار للمناظرة منذ سنوات وأنت ما زلت تتهرب دعاك أخونا الشيخ أحمد سبيع للمناظرة وأنت أيضاً ما زلت تتهرب وأيضاً دعاك أخونا أحمد سليمان للمناظرة وأنت يا رشيد لا زلت تتهرب وأيضاً دعاك أخونا نور طارق للمناظرة وأنت يا رشيد لا زلت تتهرب مع أن الأخ نور بيرد على جميع حلقاتك وأنت يا رشيد وأخذ وضع النعامة اليوتيوب صار مزدحما بفضائحك وانت ولا انت هنا كأن الطبيعي في حياتك انك تتفضح وتدهان كرمتك وتتهزأ انا هقول لك ايه ما انت منصر ومرة اخرى يا رشيد ادعوك للخروج من هذا الكهف وكسر القوقعة واجدد لك عرضي بالمناظرة ما رأيك يا رشيد في مناظرة علنية امام العالم اجمع في وضع المرأة بين الاسلام والمسيحية وانا اتوقع يا رشيد انك ستعلن براءتك من المسيحية اثناء او بعد هذه المناظرة ولو عايز تهرب مني زي زمان يبقى نظر الدكتور منقذ السقار مش نوى بقى يا رشيد تاخد حبيت الجراء وتستاجر وتخرج من الجحر وتنظر واحد من المختصين بدل مسلسل الهروب المخزي اللي انت عايش في ده استحي شوية واطلع نظرني يا جبان يا مرعوب